السلام عليكم اعزائي المشاهدين. تمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. ويلقاكم مع الوديو في احسن الاحوال. جمعة مباركة علينا. وعليكم على الامة الاسلامية جميعا. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه. اجمعين. بسم الله على بركة الله. لما ان شاء الله. غدين شاركوا معكم واحد القراتان دي البطاطا. والكفتة. على الطريقة الفرنسية. وانتمنى الله يعجبكم على الوصفة وتشاركوها مع الاهل والاحباب ديالكم. وشكرا لكم. جزيل الشكر على الكمونتر ديالكم. على التعليق. شكرا لكم ومرحبا بكم. والف مرحبا مرحبا بكم جميعا. لو عندو شي سؤال ولا شي تعليق خليلي ونجاوبوه ان شاء الله. لان بعد المرة ما كنتكلمش ولكن نخلي المقادر في صندوق الوصف. او بعد المرة ما كنتكتبهم شي لا حتاجتوا المقادر وعجبتكم الوصفة نخليليكم مقادر في صندوق الوصف. بسم الله على بركة الله. عدنا بتاطا. غادي ديروا نصف كيلو ولا كيلو. انا كنا نفشارك معكم الوصفة. انتم اللي كنتتحكموا في الكمية لحسب العائلة ديالكم. ممكن ديروا كيلو دير بتاطا. ممكن ديروا نصف كيلو لحسب القدر ديال العائلة ديالكم. انا غادي نختار جوز بصلات. وطريفة الحرق حار. هذا الحرق حار اللي غادي نزيد. انا اختياري الى انتم ما ما بغيتوش. ما تديروش قدروا تديرو غير للهريسة ولا الغبرة. الشنية غبرة. هذا كافي. عدنا البصلة وعدنا البطاطة. وعدنا الكفتة نصف كيلو. كما كان نقول لكم كل واحد كيمشي على حسب الطاقة تاعة ويدير لقدر اللي كي ناسبه هو. عدنا غادي ندير في المقلة غادي ندير الزيت وبوت عدت ومه دي ما كان نديرو باش يطرح تطير ما داقم زيان مع الكفتة والبصلة. هنا واندرت مع هالحرق مقطع. صغير حار هاد الحرقة حارة مشي حلوة. اللي بغايدة الحرقة حلوة. انا ما اختارت ندير هاد الحرقة الحارة وانتم ما لكم الاختيار. وهذه نزيد نخلي البصلات طيح تشحر مزيان تهوض. ونزيد عليها للملحة باش تخرج دا كل ما ديالهوت. شحر دغية. وفي هاد القراطة لنا لكم الاختيار يعني في الزيادة في التنسيم وفي المعضاقات ثم اللي كتختاروا باش تفعلوا بتاكلوا مثلا البطاطة باش تفعلوا تاكلوها بالفرمايج ولا بالزعتار ولا هنا انا غادي نزيد الكفتة. نزيد الكفتة والقصبر والمعدنوس. اهونا نقدر ندير على المعدنوس اللي عنده غير المعدنوس يدير غير المعدنوس. هو المعدنوس كافي. وفي الحطرية عندنا البزار والملحة. انا كان نشوف الوصفة ولكن مني كان نصيبها. نصيبها بالطريقة انا. بالمقادر اللي كي الدوق ديالي. فانتما منتا انتما لكم الاختيار يعني في التنسيم تقدروا تجدوا وتغيروا الوقت اه حسب الدوق تاعكم. فهي حسب الوصفة الاصلية غير البزار والملحة وشوية ديال البابريكا والحار. هادي ديال الوصفة الاصلية. انا غري هنا شوية دا اللي خرقوا معك. والبزار والملحة والحار صار في هاد وما اللي فيها. وبطاطر انا درتها تسلق. هادي نسلق ابطاطر مع شوية ديال الملحة من اللي تسلق. نصفوها. انا نخلي ترميلة شحر مزيان ومشدوها نشحروا ونحطوها. اتمنى الله تعجبكم هذه الوصفة وشكرا لكم جزيلا الشكر وارعانكم الله جميعا. يا الاخوات والاخوان وكلكم ما شاء الله عليكم. مني غدي تسحر البطاط البصلة وماطيشة والكفشة. غدي نزيد عليهم شوية دا الماطيشة مطحونة. اللي بغى ماطيشة تعدار يديرها. واللي بغى ماطيشة تعدار يديرها. ولي بغى ماطيشة تعدار اللي في العولة بيديرها. يعني مشي الحك. ماطيشة لي كنديرو السلسلة اللي كنديرو بها البيزا. السلسلة اللي كنديرو بها البيزا. انا دبقى هنا وخاك نقول لكم. هنحط لكم المقادرة صندوق الوصف بالقرام وبالصف بالوصف مضبوطة يعني. نزيدوا عليها ماطيشة. هاد ماطيشة احناها في الدار. ممكن تم اديروا ماطيشة تعدار الكارتونة تعدار اللي كنديرو بها البيزا. بعد ما تسلقات البطاطة. غادي نعجنها بالفورشيت ولا بالقالة باش كنعجنو نوجدو البوري ولا اشي. باش محضر يعني مهم نعجنها هاد البطاطة. غادي نزيد عليها شوية الملحة. وشوية الزعتر. واللي بغى يزيد الفرماج مو ثلاثة تزيدو. يعني تملكم الاختيار في الزيادة والنقص يعرفين. اللي بغى يزيد الفرماج مو ثلاثة تزيدو. اللي بغى يزيد شي تنسيب اخر يزيد فاندت البزار والملحة. وشوية على الزعتر. غاية كتجي ماشى الله لان الزعتر كيتماشى مع البطاطة مزيان يعني كتجي ماشى الله هاد الوصفة. ونتمنى الله تعجبكم يعني نكون خضيفة خفيفة على قلوبكم. فهنا غادي نحضر البطاطة. كما كاتشوفوا انا الكفتاء والشرمولة اللي وجدتها انا سرحتها في الصين ياللي غاندخلها الفران. وغادي نحضر البطاطة وغادي نصرحها فوق منها. ونزيد عليها البشامي اللي راحت هو وجدتو. نشارك شمعكم بتحضير بتاعو. نزيد عليها البشاميل. والفرماج اختياري اللي بغا هاد الفرماج اللي كان ديروه مع الطاستة يديروه اللي بغا موت ضرير لا يديرها. ولي بغا اي نوع تعلق الفرماج هو كيعجبوه ولا كتعجبك ديري يعني اي نوع دي الفرماج كيعجبك ديري. مهم يكون الفرماج هي اعتك شوية تعليدة يعني اللي بغا حلا حسب لما بغاش الفرماج مديروش. مشى دروري. اللي بغا عليك را يدير لي الفرماج. هنا انا قد نصرح البطاطا مزيان وندير عليها الفرماج حقا ندير الفرماج ونضيد علي البشامل باش ما يتحرق لياش. وانتم ما لكم الاختيار يعني في الزين وفي اللاطة اللي غا تستعملوا. وصحتكم وراحتكم هاي انا وجدتها وضط ليها الفرماج وضط ليها المر وعدين ندخلها الفران طيب ورا كل شي طيب غير واحد عشرين دقائقات خمسة وعشرين دقائقات يدوب الفرماج. ونخرج تقدم الصحة والرحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.